جلطات اللي بتيجي مثلا في جزء المخ عارفين انها ممكن تؤدي الى عدم انتظام فضربات القلب او توقف حتى في التنفس فبالتالي بينتج عن هبوط الاكسوجين ان الشخص بيتوقف بس ده بيبقى شخص صغير يعرف منين لو جات له جلطة مفاجأة في مكان مسؤول عن مثلا التنفس يعرف منين يعني ايه بقى الحاجات اللي لازم ناخد بالما منها عن نصايح للناس هي بصفة عامة المؤشرات بتبين يعني جلطة المخ احنا بنقول بصفة عامة في اربع او تلات حاجات رئيسية لو حصل اعوجاج في الفم لو حصل صعوبة في الكلام او ثقل او خدل في جنب في الجسم زيادة الضغط بشكل عالي زيادة الضغط ده بشيء مصاحب او عوامل بتساعد على تكوين الجلطات لكن انا بتكلم اصابة في المخ دي تلات حاجات رئيسية اللي دايما بننبه الناس ليهم حتى بنترجمهم لكلمة تسمعها fast يعني face arm speech بحيث انه لو في اي حاجة في التلات حاجات دول انا كده في انظار ان دي ممكن تكون جلطة في المخ فاتوجه لاخرم مكان عشان اعالج الجلطة